في ليبيا يسعى تنظيم الإخوان إلى عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد حيث شكك المفتي المعزول الصادق الغرياني مسبقاً في نتائج الانتخابات محدراً من تداعية ذلك هل يريد إخوان ليبيا إجراء الانتخابات في موعدها؟ أقصر إجابة عن هذا التساؤل تريد على لسان المفتي المعزول الصادق الغرياني ومفادها كلا الغرياني وفي سياق تفنيده لمبررات رفض الانتخابات في البلاد شكك بالقضاء الليبي وبالمرشحين وبالمفوضية العليا للانتخابات وذهب المفتي الإخواني المعزول إلى حد التحذير على شكل تهديدات من تداعيات الانتخابات ونتائجها التي افترض مسبقاً أنها مزورة وفي سياق انتصل أعد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة وقبل يومين قال المشري خلال لقائه رئيس البعثة الدولية للدعم في ليبيا يان كوبيش إن المجلس الأعلى للدولة يعتقد أن الانتخابات لن تصل إلى محطتها الأخيرة وهي التسليم والقبول وشكك المشري المحصوب على الإخوان في العملية الانتخابية بشكلها الحالي وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد قال إن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب مخالفة للإعلان الدستوري وستعرض الانتخابات في حال إجرائها إلى الطعن للمزيد من المتابعة معنا من القاهرانة نائب رئيس تحرير بوابة فريقيا الإخبارية حسين مفتاح سيد حسين مرحبا بك معنا على سكاي نيوز عربية برأيك لماذا يثير تيار الإسلام السياسي الشك والريبة حول نتائج الانتخابات الليبية حتى قبل إجرائها أساسا مساء الخير ليك وليلمشاهدين الكرام طبعا ليس مستغربا ما يصدر من تصريحات سواء كان من خالد المشري وهو أبرز قيادات الجماعة المسؤولين إلى حد الآن في البلد الذي يترأس المجلس الاستشاري للدولة وهو طرف من الأطراف السياسية الأربعة في ليبيا أما المفتي فهذا حالة استثنائية ووصلت إلى حد اللامعقول دائما ما نجده يغرد بطرق لا تمت بأي صلة لصفة المفتي وهي بالمناسبة صفة منتحلة باعتبار أنه معزول ولا يحمل هذه الصفة قانونيا على كل إجابة مباشرة عن سؤالك الإخوان منذ البداية منذ ما تقررت خارطة الطريق وتم تحديد موعد الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر بدأوا محاولاتهم من البداية للعرقلة والتعطيل والتأجيل والمماطلة وفي نفس الوقت على الرغم من كل هذه المحاولات أصروا بشكل دائم أن يكون لبعض ممثليهم موجود في المتنافسين في الانتخابات سواء كان في الانتخابات البرلمانية أو حتى الانتخابات الرئاسية من ضمن المجموعة التي ترشحت الآن وقد تعلن بعد أيام فقط القائمة النهائية من قبل مفوضية العينة الانتخابات سيكون لهذه الجماعة عناصر يعونون عليهم لعل من بينهم رئيس الحكومة الحالية الذي دخل رغما على القانون وضدا لكل الموثيق وكل الالتزامات التي تعاهد بها شخصيا وهو الأقرب إليهم حتى وإن يبقى منتمع عضويا للجماعة ولكنه ضمن تيار هذه الجماعة استمرار الجماعة في التعطيل لأنهم يعلمون جيدا بأنه إذا تمت الانتخابات بشكل معقول لا نقول نزيه ولا نقول مثالي بل بشكل معقول فيها أقل الاشتراطات اللازمة فإنه لا مكان لهم في النتائج أستاذ حسين اسمح لي على المقاطعة هنا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تدين وتستنكر عمليات السطو على عدد من المراكز الانتخابية تحت سيطرة الميليشيات هل نتحدث عن أحداث عرضية هنا أو هناك أم هناك عمل ممنهج حقيقة لعرقلة مصار الانتخابات للأمانة والموضوعية إلى حد الآن لم نتأكد من يقف وراء هذه العمليات ولكن الثابت أن بعض العمليات قد حصلت وهي انتهاكات يقف وراءها طرف معين بالتأكيد أعتقد أن حتى التلميحات بالإشارة حتى لتقريركم الآن التلميحات التي لمح بها خالد المشري للمبعوث الأممي يانكوبيتش بأن النتائج ستكون مرفوضة أعتقد أن هذه الغام رمية للمستقبل سيعودون بعد الأرى الرابع العشرين من ديسمبر ويقولوا هذا ما حذرنا منه هذا ما حذرنا منه من البداية فأعتقد أن مثل هذه العمليات التي حدثت وإن كانت محدودة في منطقة جنوب ترابلس في منطقة ورشفانة وبعض المناطق الأخرى أعلنت عنها المفوضية العليا اعتداءات على بعض مراكز الانتخابات والسطو على بعض البطاقات الانتخابية أعتقد أنها عملية لا يمكن أن تكون بريئة أعتقد أن من هل تعتقد أستاذ حسين هل تعتقد أن هذه الجهات قادرة على تعطيل المسار الانتخابي أم هناك إمكانية لتحييد هذه الأصوات الرافضة أعتقد الآن في ظل هذه الظروف أعتقد أن الإرادة المحلية قد حسمت الأمر وتقدمت إلى الانتخابات وبدأت الخطوات الفعلية وإجراء الانتخابات الـ 24 بيسمبر كموعد هذا ما ستتنبى به الأيام المقبلة الطعون ونتائج الطعون وآخر المداولات التي تقوم بها المفوضية والقضاء الليبي هذه الأيام للنظر في آخر المستجدات هذا ما قد يعطل ولكن هذا التعطيل لا أعتقد أنه سيأتي كل يوم بالنسبة للجماعة التي حاولت أن تعطل حتى خالد المشري في المرة الماضية عندما أعلن مقاطعته الانتخابات طالب بي أن تؤجلي لمارس المقبل لا أعتقد أن هذا المخطط سينجح الانتخابات ستجرى حتى وإن تأجلت فينها تتأجل لعدة أيام فقط وهؤلاء المعرقلين سينالون حتى العقاب اليوم هناك تصريح من الاستفارة الأمريكية مرتبطا بالاستفارة الإنجليزية بأنها ستساهم مع الأطراف الليبية في دعم عدم الإفلات من العقاب أمام كل المعرقلين ولكن أستاذ حسين ألا يفترض أن تتحرك يعني الهيئة الأممية والمجتمع الدولي إذا هذه الأطراف التي تشوش على العملية الانتخابية هي لوحت بفرض عقوبات لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء على أرض الواقع هل هناك مشكل في أداء المنظومة الدولية؟ هو ليس مشكل المنظومة الدولية هناك من يتهمها حتى بالتواطم مع هذه التيارات للأسف يعني على أقل تقدير في فترة قبل المبعوث الحالي يانكوبيتش وبالمناسبة يانكوبيتش قدم استقالته في ظروف غامضة قد يكون تعرض لضغوطات من هذه المجموعة باعتبار أنه تجاهل كل الأصوات وتجاوزها وأخذ قانون رقم واحد والقانون رقم التين من مجلس النواب وذهب بها مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي التي يعتمدها ولي تعتمد ضمن خارطة الطريق فأعتقد أن المنظومة الدولية يعوزها شيء من الجدية وشيء من المصداقية وعلى أقل تقدير أن تحترم حتى قراراتها القرارات التي يصدرها مجلس الأمن بعد قرار خارطة الطريق يفترض أن تكون كفيلة بحماية العملية السياسية بمنع المعرقلين وبفرض عقوبات حقيقية وحازمة ونافذة يفترض أن تكون نافذة هذه العقوبات أما الإفلات من العقاب هو ما شجع مثل هؤلاء على التمادي وشجع بعض الخروقات ولكن في المجمل أعتقد أن الظروف الآن أصبحت تبشر بأن العملية الانتخابية ستستمر إلى الأمام وستتقدم رغم كل هذه الصعوبات وهذه التحديات حسين مفتاح نائب رئيس حيب بوابة إفريقيا الإخبارية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك